هناك أمر مهم جدا ربما لم يتكلم أحد عنه والسبب هو غفلة الشيعة بسبب غفلة المراجع والعلماء عن حديث العترة الطاهرة مراجعنا وعلماؤنا انشغلوا بأحكام الطهارة والصلاة وأمثال ذلك وانغمسوا في العلوم الناصبية التي جعلت بعد ذلك شيعية علم الرجال علم الأصول أعني أصول الفقه علم الكلام قواعد التفسير ما سميت بمجموعة علوم القرآن وأمثال ذلك وكل هذا لا علاقة له بأهل بيت العصمة وأنا سآتيكم بمثال يؤيد ما أقول هناك في ثقافة أهل البيت تمييز بين قرآنين هناك القرآن المصحف وهو هذا القرآن المصحف وهناك القرآن الكريم القرآن الكريم لا نلمسه ولا نستطيع أن نصل إليه ينتقل الكلام إلى عالم الحقائق إلى مراتب غيب الغيوب فلا بد أن نفرق بين القرآن المصحف وبين القرآن الكريم ولكن هناك دائما مشكلة الثقافة الناصبية مرارا أقول لكم مرارا وكرارا أقول لكم أنا لا أعطيكم ضمانا أنني لا أتحدث بثقافة ناصبية أنا لا أعطي ضمانا فأنا جزء من الواقع الشيعي أنا تربيت في المساجد الشيعية والحسينيات الشيعية وقرأت الكتاب الشيعي وتعلمت في الحوزة العلمية الدينية الشيعية وقلت علماء الشيعة ومراجع الشيعة في صغري وتأثرت بكل ما هو مرتبط بالواقع الشيعي وقرأت كثيرا وحينما قرأت كثيرا تأثرت كثيرا لذا لا أعطي ضمانا من أنني لا أتكلم بالثقافة الناصبية ولا يتسرب الفكر الناصبي الذي تعلمته من علماء الشيعة ومراجع الشيعة من خلال طرحي إنما أعطي ضمانا أنني أحاول قدر الإمكان ألا أقدم لكم فكرا ناصبيا أحاول قدر الإمكان بقدر إمكاني لكن النتائج ليست بيدي يتسرب المصطلح الناصبي والفكر الناصبي أنا جزء من هذا الواقع الذي تلوث بسبب علمائنا ومراجعنا بالفكر الناصبي هذا المصطلح الآن نستعمله كثيرا وإن كنت أستعمله بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الإصطلاحي ولكن أنتم ما يدريكم أنني أستعمله بالمعنى اللغوي القرآن الكريم ونقصد به المصحف القرآن الكريم عند أهل البيت لا يقصدون به المصحف إنهم يتحدثون عن حقيقتهم الكاملة النورية الغيبية القرآن الكريم حقيقة علي قبل قليل كنت أحدثكم من أن بيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي وولاية علي العظمى شأن من شؤون ذاته فذات علي هي القرآن الكريم القرآن الكريم في ثقافة الكتاب والعترة مصطلح خاص بهم قد تقول كيف ذلك راجعوا أحاديث أهل البيت عن القرآن المصحف وأكثر أحاديث أهل البيت عن القرآن إنما هي عن هذا المصحف عن القرآن المصحف فإنكم لن تجدوا أهل البيت يصفون هذا القرآن بالكريم راجعوا رواياتهم منذ ثلاثين سنة وأنا أتتبع الروايات فلا أجد أهل البيت يصفون المصحف بالقرآن الكريم ولكن حينما يطبع يطبع عليه القرآن الكريم وهذه جاءتنا من النواصف هذا المصحف في ثقافة أهل البيت القرآن يمكننا أن نصفه بالكريم وبالشريف وبالعزيز وبكل أوصاف الاحترام والتوقير ولكن بحدود المعنى اللغوي ليس المعنى الإصطلاحي الذي ذكر في القرآن الكريم إنه لقرآن كريم هذا المصطلح لا علاقة له بالمصحف ودليلي من أقوى الأدلتي راجعوا أحاديث أهل البيت عن القرآن لن تجدوا وصفا لهذا المصحف بأنه قرآن كريم بحسب اللغة نعم كما قلت لكم قبل قليل إنني حين أقول القرآن الكريم أعني المعنى اللغوي من الإجلال والتقديس والتعظيم لهذا الكتاب ولا أقصد ولا أقصد ذلك المصطلح الذي جاء في سورة الواقعة إذا ما أردنا أن نستعمل ذلك المصطلح الذي جاء في سورة الواقعة في هذا الكتاب بلحاظ رمزي مثل ما ورد في رواية من الروايات في مسألة حكم مس المصحف فإن الإمام يأتي بالآية لا يمسه إلا المطهر وإنما جاء هذا في أفق من آفاق الآية بملاحظة الرمزية للقدسية الأصل لتلك الحقيقة مثل ما تلك الحقيقة لا يمسها إلا المطهرون تلك الحقيقة لن يصل إليها أحد لا في مستوى العقل ولا في مستوى الوجدان ولا في مستوى الحس ولا في مستوى البصائر ولا في مستوى الوحي الذي يوحى به إلى الأنبياء فالأنبياء من شعتهم المطهرون خاص بهم وبما أن العبادات والطقوس هي رموز لحقائق الغيب في عوالم الحقائق فهذا الحكم في حرمة مس كتابة المصحف وفي حرمة تنجيس المصحف هو تجل انعكاس رمزي في العالم الدنيوي وإلا عودوا إلى الروايات والأحاديث وهي كثيرة جدا جدا لن تجد أهل البيت بشكل واضح حين يتحدثون عن هذا المصحف يصفونه بالقرآن الكريم دائما يتحدثون عن القرآن 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 وهذا هو عنوان للقرآن المصحف فلا بد أن نفرق بين القرآن المصحف وبين القرآن الكريم وإن القرآن قد فعل ذلك إذا ذهبنا إلى سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسبل الحديث هنا عن القرآن المصحف إن رجائي أن تلتفتوا إلى هذه الآية وأن تعودوا إليها فنحن نقترب من فاصل أذان العشاءين والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن أن تعودوا إلى سورة الزخرف ودققوا النظر تدبروا فيها بهذا الذوق بهذا المنطق العلوي إنا جعلناه قرآنا عربية لعلكم تاقلون جعلناه جعلا صورنا لكم القرآن تصويرا لفظيا في جمل وعبارات في آيات وسور إنا جعلناه قرآنا عربية عملية جعل لشيء حقيقي تجلى لنا في هذه الألفاظ إنا جعلناه قرآنا عربيا لماذا لعلكم تعقلون العقل بحاجة إلى صناعة مفاهيم ومصطلحات وقوانين وقواعد اعتبارية تشير إلى حقائق وإنه إنا جعلناه قرآنا عربية إنا جعلناه من هو هذا إنا جعلناه الضمير يعود على من إنا جعلناه قرآنا عربية هناك شيء آخر جعل قرآنا عربية تلاحظون الآية أولى إنا جعلناه هذا الضمير يعود على من هذا الضمير يعود على الكتاب المبين الذي ذكر في الآية الثانية بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم حاء ميم في الروايات حاء ميم اسم محمد في الكتب الأولى عند الأمم الأولى عند قوم هود عند قوم هود كان اسمه صلى الله عليه وآله حاء ميم رموس حاء ميم اسم محمد في الكتب الأولى في العالم الأرضي والكتاب المبين علي لست أنا لست أنا الذي أقول هذه أحاديث موسى بن جعفر هذه أحاديث العترة الطاهرة حاء ميم محمد والكتاب المبين علي إِنَّا جَعَلْنَا جَعَلْنَاهُ جَعَلْنَا جَعَلْنَا ذَلِكَ الْكِتَابِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ عقولكم لا تصلوا إلى ذلك الفناء إنا جعلناه قرآنا عربيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَهَذِهِ الْحَقِيقَةِ وإنه في أم الكتاب هناك وإنه في أم الكتاب الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هناك قرآن مصحف يا أشياء علي القرآن الكريم علي علي لا على سبيل المجاز ولا على سبيل الاستعارة أما المصحف هذا فهو قرآن القرآن الكريم علي 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 لم يتبق لي من الوقت الكثير أعود إليكم بعد فاصل إذان العشاءين والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة نندن مع الفاصل اشتركوا في القناة قبل فاصل إذان العشاءين والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أتحدث معكم عن القرآن المصحف وعن القرآن الكريم وقلت بالإجمال إننا إذا رجعنا إلى أحاديث أئمتنا صلوات الله عليهم عن القرآن وهي كثيرة جدا إنهم لا يصفون القرآن بالكريم لأن هذا المصطلح القرآن الكريم في الكتاب الكريم الذي بين أيدينا في المصحف وفي حديث العترة الطاهرة هو مصطلح يطلق على الحقيقة العلوية على حقيقتهم المطهرة وهذا يمكننا أن نتلمسه من آيات المصحف من آيات الكتاب الكريم وحين أقول القرآن الكريم عن المصحف إنني لا أستعمل المصطلح وإنما هو التبجيل والتقديس وأخذنا هذا في الحقيقة من النواصب لأن الأئمة حين يتحدثون عن القرآن لا يصفونه بالكريم الروايات موجودة وراجعوها وهذه القضية لو سألتم عنها المراجع والعلماء لا يعرفونها لماذا؟ لأنهم لم يطلعوا على أحاديث أهل البيت وحتى لو أجابوكم بنعم أو بلا فإنهم إن أجابوا بنعم فعليكم أن تسألوهم عن التفاصيل أنا حين قلت لكم هذا الكلام بإمكاني أن أتحدث عن هذا الموضوع ساعات وساعات وساعات وأتيكم بالمصادر وبالروايات وبالتفاصيل لأنني أعيش مع هذه القضية مدة تقترب من الأربعين سنة مع كتب الحديث ومع روايات أهل بيت العصمة نحن مع سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الحديث عن المصحف وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم شيء آخر هذا هو نفسه الذي اصطلح عليه القرآن إنه القرآن الكريم إذن عندنا القرآن المصحف وعندنا القرآن الكريم القرآن المصحف في هذه الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وهو نفسه الذي جاء مذكورا في سورة الزمر في سورة الزمر في الآية الثالثة والعشرين الله نزل أحسن الحديث وأحسن الحديث وأحسن الحديث هو هذا أفق من أفق هذا الكتاب يكون مغلقاً أمام أذهاننا تمام الإغلاق فكله متشابه الله نزل أحسن الحديث كتاباً كتاباً متشابهاً إذا ما ذهبنا إلى سورة هوت في سورة هوت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته كل آياته محكمة ثم فصلت وليس فقط محكمة ومفصلة والتفصيل أكثر من الإحكام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير هذا أفق آخر للقرآن المصحف هذه الآفاق من الذي يحددها ومن الذي يضع القواعد لها والقوانين هل هو المنهج العمري أم منهج هذا علي يفهمكم بعدي منهج بيعة الغدير الذي مرت الإشارة إليه في أول هذه الحلقة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أخذ به علينا العهد حين بايعنا بيعة الغدير فهذا أفق من آفاقي القرآن المصحف ليس الحديث في هذه الآيات عن القرآن الكريم إذا ما رجعنا إلى سورة الزخرف لاحظوا هذه الآيات كلها تتحدث عن القرآن المصحف إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هذا القرآن العربي له آفاق أفق من هذه الآفاق ما جاء في سورة الزمر في الآية الثالثة والعشرين الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابه كل الكتاب متشابه هذا أفق من الآفاق بحيث لا نستطيع أن ندرك شيئاً أبداً وهذا أفق آخر كتاب أحكمت آياته كل الآيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير إحكام بل أكثر من الإحكام تفصيل ثم فصلت أفق ثالث في سورة آل عمران في الآية السابعة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ما بين الإحكام والتشابه إنا جعلناه قرآناً عربياً في سورة الزخرف لعلكم تعقلون كتاباً كتاباً متشابهاً بكله كما في سورة الزمر أحكمت آياته ثم فصلت كما في سورة هود منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات كما في سورة آل عمران هذه آفاق القرآن له مطالع وله مجاري له ظواهر وله بواطن وكل ذلك بين في حديث آل محمد لأن القرآن نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام كما يقول صادق العترة الطاهرة والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء هذا هو القرآن المصحف هذا هو الكتاب الكريم المصحف أما القرآن الكريم إذا رجعنا إلى سورة الزخرف في الآية الرابعة بعد البسملة وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإذا ما ذهبنا إلى سورة الواقعة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون هذا الكتاب لا تصل أيدينا إليه مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين تنزيل إشارة إلى الكتاب الكتاب المصحف إلى القرآن المصحف لأن القرآن المصحف هو جعل لفظي سوري عن تلك الحقيقة الكاملة إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الإشارة إلى القرآن المصحف أما القرآن الكريم فهو الحقيقة التي جاءت في سورة الزخرف وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وهو نفسه في سورة البقرة في أولها ألف لام ميم ذلك الكتاب ليس الحديث عن هذا المصحف الكلام ليس منطقيا من أن ذلك تشير إلى علو المكان كما يقول المفسرون يعني الآن إذا أردنا مثلاً أن ندخل إلى مسجد من المساجد وأقول ذلك المسجد له فضل كبير هل يفهم من حديثي أنني أتحدث عن المسجد الذي نحن فيه أم أنني أتحدث عن مسجد آخر له فضل كبير قد يكون المسجد الحرام مثلاً مسجد آخر أنا في المسجد وأقول ذلك المسجد الصلاة فيه تعدل كذا وكذا فهل الحديث عن هذا المسجد الذي أنا فيه أنا أفتح هذا المصحف هذا الكتاب وأقرأ فيه وأقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والمقصود هذا الكتاب هذا الكلام منطقي هذا خراء النواصب إذا رجعنا إلى حديث العترة الطاهرة ذلك الكتاب ذلك علي الحديث عن صادق العترة ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك علي لا شك فيه تلك هي الحقيقة العلوية ذلك هو الكتاب العلي الحكيم الذي مر ذكره في سورة الزخرف ذلك هو القرآن الكريم الذي مر ذكره في سورة الواقعة وهو الكتاب الحقيقة الجامعة فالكتاب تعني الجامعة وكتب جمعة وكتيبة الجند مجموعة من الرجال اجتمعوا مع بعضهم وحين أخط بالقلم إنني أجمع الحروف والكلمات أجمع بعضها مع بعضها كي تتشكل الكتابة بصورتها الأخيرة جمع بين حروف وجمع بين كلمات وجمع بين سطور فحينئذ تتشكل الكتابة في صورتها النهائية وكل شيء أحصيناه في إمام هذا الإمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هو هذا الكتاب الذي تتحدث عنه سورة البقرة ذلك الكتاب إنه القرآن الكريم إنه العلي الحكيم الحقيقة العلية الحكيمة التي ذكرت في أوائل سورة الزخرف وإلا الكتاب المصحف يأتي ذكره في نفس هذه الآيات فلنقرأ معا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هؤلاء المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك في القرآن المصحف بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك في المصاحف الأخرى في التوراة في الزبور في الإنجيل في المصاحف الأخرى أعتقد الآيات واضحة فالكتاب الذي تحدثت عنه سورة البقرة بذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك في القرآن المصحف بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فسورة هنا تتحدث عن القرآن الكريم تتحدث عن الكتاب العلي الحكيم في سورة الزخرة تتحدث هنا سورة البقرة عن الكتاب من دون أوصاف فهو غني عن الواصف ذلك الكتاب هو حقيقة جامعة يتسامى على الأوصاف دال على ذاته بذاته لماذا؟ لأنه أكمل الكمال لأنه أجل الجلال لأنه أجمل الجمال اللهم إني أسألك من جمالك لأجمله فليس الحديث هنا عن الجمال الذاتي لله لأن الجمال الذاتي لله ليست فيه مراتب وإنما هذا الجمال المتجلي عن الله فيه مراتب فهناك ما هو الجميل وما هو الأجمل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله الجمال الذاتي لله لا توجد فيه مراتب إذا قلنا فيه مراتب صارت الذات الإلهية مركبة وهي منزهة عن التركيب لا توجد مراتب في الذات الإلهية في صفاتها وفي أوصافها الذات الإلهية منزهة عن كل ذلك وحتى كلام هذا هو كلام يطوف في فنائها بل هو يطوف خارج فنائها إذا بلغ الكلام إلى الله فاسمتوا فاسكتوا كلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله أجمل الجمال هو المتجلي من الذات الإلهية وأجمل الجمال هم هو هذا الكتاب الكتاب هنا يتسامى حتى عن الصفة عن الأوصاف جاء موصوفا في سورة الواقعة بالقرآن الكريم القرآن هو نفسه يعني الحقيقة الجامعة قرأ جمع قرأ جمع في اللغة هكذا وإنما يقال للقارئ قارئ لأنه يجمع بين أصوات الحروف ويجمع بين تراكيب الكلمات الصوتية وبين الجمل فهو يجمع الحروف كي يكون الكلمات ثم يجمع الكلمات كي يكون الجمل والعبائر ثم يجمع العبائر والجمل كي يكون حديثا كاملا كي يشرح فكرة كاملة من خلال القراءة أي من خلال الجمع بإطلاق الصوت بتلك الألفاء فالقرآن تعني الحقيقة الجامعة ففي سورة الواقعة جاء الوصف قرآن كريم وفي سورة الزخرف جاء الوصف علي حكيم وعلي هذا هو علي بحسب روايات أهل البيت وبحسب زياراتهم وأدعيتهم ألا نخاطب إمام زماننا يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم هذا الخطاب واضح وصريح بلسان الحقيقة مع الإمام الحجة في دعاء الندبة الشريف يبنى من هو من هو علي نخاطب صاحب الأمر فنقول له يبنى علي بن أبي طالب يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم تلك هي حقيقة علي وذلك هو القرآن الكريم فهل يبقى لهذا السؤال من معنى هذا هراء أن يتطرق الاحتمال إلى أذهاننا من أننا نستطيع أن نقول علي إمام ضلال من دون الكتاب هذه ثقافة مستدبرة وهذا منطق ترابي أعوج المنطق الترابي منه ما هو صحيح ومنه ما هو أعوج لأننا كننا نعمل بالمنطق الترابي هذا هو المستوى الذي نحن عليه ما يصح في المنطق الأرسطي هو منطق ترابي ليس كل ما في منطق أرسطو صحيح ولا يمكن أن نقول كل منطق أرسطو ليس صحيحا في منطق أرسطو ما هو الصحيح وما هو الخاطئ وهكذا الصحيح من منطق أرسطو هو منطق ترابي لأنه مستل من واقع الطبيعة البشرية فمنطق أرسطو كما يقال منطق كتبي ويراد من المنطق الكتبي المنطق الذي يستل من الواقع البشري من واقع الحياة ومن طبيعة الذهن الإنساني ومن أساليب الفكر البشري ثم يحول إلى قواعد وإلى مناهج مكتوبة لأن المنطق هذا أساس إنساني وجداني فطري عبر ما شئت ليس الحديث عن هذا الموضوع الكتاب الحقيقة الكاملة التي تتسامى على الأوصاف بل هي أسمى من الألفاظ لذا جاءت مرموزة ألف لا ميم هذه رموز لمن تشير ذلك الكتاب هذه رموز لأن ذلك الكتاب أسمى من أن يوصف بالألفاظ يتسامى وحينما يأتي موصوفا بملاحظة عقل المتلقي بملاحظة عقلي بملاحظة عقولكم فيأتينا قرآن كريم ويأتينا علي حكيم وإلا فالقضية مرموزة كتابا متشابها إذا دخلنا في هذا الأفق تتلاشى كل الأوصاف لكننا لا نتحدث في هذا الأفق نحن نتحدث في أفق آيات محكمات وآيات متشابهات أما هذا الأفق نحن لا نتحدث عنه ولا نتحدث في هذا الأفق أحكمت آياته ثم فصلت هذا أفق خاص بالإمام المعصوم فإننا لا نجد أحدا حينما يتعامل مع القرآن المصحف يكون محكما في كل آياته ومفصلا ذلك أمر خاص بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه نحن نتعامل مع القرآن المصحف آيات محكمات وآيات متشابهات ونستعين بتفهيم علي هذا علي يفهمكم بعدي وهذا القرآن والله كما يقول رسول الله لا يوضح تفسيره أحد إلا الذي أنا رافعه آخذ بيده ورافعه وهو علي علي هذه العناوين تتحدث عن القرآن الكريم قرآن كريم علي حكيم في أم الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المعنى الذي جاء في سورة التغاب في سورة التغاب في الآية الثامنة في سورة التغاب في الآية الثامنة فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا النور الذي أنزلنا إشارة إلى القرآن الكريم المتجلي في محمد في علي في فاطمة فيهم جميعاً وما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم هذا هو الكافي الشريف هذا الجزء الأول الجزء الأول من الكافي الشريف ماذا نقرأ فيه صفحة 217 وهذه طبعة طبعة الدار الأسوة إيران باب أن الأئمة نور الله عز وجل الحديث الأول عن أبي خالد الكابلي قال سألت أبا جعفر إمامنا الباقر عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من آل محمد إلى يوم القيانة هذا هو النور الذي أنزلنا أما المصحف فهو تجل منهم إنا جعلناه قرآنا عربيا هذا تجل هذه صورة سألت أبا جعفر أبا خالد الكابلي يسأل الإمام الباقر عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا الآية التي تلوتها عليكم من سورة التغابن قبل قليل فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من آل محمد إلى يوم القيانة النور هذا هو إمام زماننا الحجة بن الحسن يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار ولذا دائما أقول حينما أسأل لا على شاشة التلفزيون أو في الندوات الرسمية وإن كانت مفتوحة في جلسات الأخوان مراد في جلسات الأخوان في الجلسات الأخوية لا أقصد مجموعة معينة بأشخاص معينين وإنما أتحدث عن جلسات مفتوحة ليست خاضعة لعدسات الكاميرا فحينما يطرح موضوع من أن الإمام الحج لو ظهر فكيف نعرفه كيف نعرف أن هذا الذي ظهر هو إمامنا إنني دائما أقول الشيعي لا بد أن يعرف إمامه من دون دليل الذي لا يعرف إمامه من دون دليل فما هو بشيعي قطعا حين أقول من دون دليل إنني لا أن في حقيقة الاستدلال وإنما الشيعي يستدل على إمامه بهذا النور الذي يتحدث عن إمامنا الباقر هذا مراتي لا أقصد أنه لا يستدل الدليل العلمي أبدا وإنما أقول دليل الشيعي الوجداني هو هذا النور الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر أما القلوب التي تميل إلى غير إمامها فتلك قلوب حلت فيها ظلمة الشيطان هناك نور الرحمن وهو نور الإمام الذي يتحدث عنه باقر العلوم هنا وهناك ظلمة الشيطان التي تأخذ الإنسان يمينا وشمالا بعيدا عن إمامه أعود إلى الرواية والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله الأئمة ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم تحل فيها الظلمة فتظلم قلوبهم والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولان حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر لا لا أريد أن أقف عند تفاصيل الرواية كلها ولكن النقطة التي تهمني هو في جواب الإمام الباقري لسؤال أبي خالد الكابلي عن معنى قوله تعالى فآمن بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من آل محمد إلى يوم القيامة وهم والله نور الله الذي أنزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض المضمون هو هو إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام في الآية الثانية والعشرين بعد المئة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أعود إلى الكافي الشريف وإلى الجزء الأول من الكافي صفحة 207 الحديث الثالث عشر وهذا الباب هو باب معرفة الإمام والرد إليه عن بريد هذا هو بريد العجلي قال سمعت أبا جعفر يقول في قول الله تبارك وتعالى إمامنا الباقر أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يمشي به في الناس فَقَالَ مَيْتٌ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا إنه الجهل الجهل بمعارف الكتاب والعطرة حينما تمتلع الرؤوس بالثقافة الناصبية هذه الرؤوس هي الرؤوس الميتة الإمام يتحدث عن هذه الرؤوس هذا الرأس رأس مرجع رأس فقيه رأس طبيب رأس مهندس رأس رجل رأس امرأة لا يوجد فارغ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يمشي به في الناس فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس إماما يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال الذي لا يعرف الإمام ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته من أين تعرفون أئمتكم من هذه الثقافة الناصبية ومن تعريف الأشاعرة والمعتزلة للإمامة للإمامة والإمام تمتلئ كتب مراجعنا من هذا الهراء ويأتي خطباء المنبر فينقلون هذا الهراء إلى رؤوسكم منطق آل محمد هو هذا منطق الكتاب والإترة أو من كان ميتاً فأحييناه الميت والذي لا يعرف شيئاً من ثقافة الكتاب والإترة أو ذاك الذي تعلم شيئاً صحيحاً وأضاف إليه كما يقول الإمام الصادق أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها وهو يتحدث هنا عن مراجع تقليد شيعة عن الأكثرية منهم والرواية مرت علينا في الحلقات المتقدمة رواها لنا إمامنا العسكري في تفسيره الشريف عن جده الصادق صلوات الله عليهم جميعاً أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس هذا النور نور معرفة الإمام جعلنا له نوراً يمشي به في الناس أخرجناه من حالة الموت وأخرجناه من حالة الظلمة ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته وباب الحوائج ماذا يقول أفضل العبادة أفضل الأعمال أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج وانتظار الفرج هو شأن من شؤون معرفة الإمام فالأمر الأول معرفة إمامنا والأمر الثاني انتظار إمامنا وانتظار إمامنا شأن من شؤونه والانتظار بحاجة إلى معرفة أيضاً وهذه المعرفة متفرعة عن تلك المعرفة الأصل ويا علي أنت أصل الدين أنت أصل الدين هذا هو منطق محمد وآل محمد يعجبكم أو لا يعجبكم أنتم أحرار مثلما أنا حر نذهب إلى فاصل المترجم للقناة 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 وهذا الشيء المترجم للقناة 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 وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذا هو علي هذا منطق علي هذا علي يفهمكم بعدي هو هذه بيعة الغدير مراجعنا يخالفونها ينقضون بيعة الغدير كتب التفسير عندنا خطباؤنا الكبار يصعدون على المنابر وأنتم أيضا معهم حين تجلسون تحت منابرهم وتأخذون منهم وتصدقون بما يقولون وهم ينقضون بيعة علي في كل حرف ينقلونه عن الفخر الرازي أو عن الطبري أو عن سيد قطب أو عن الطوسي عن شيخ الطائفة أو عن الميزان للطباطبائي أو عن البيان للسيد الخوئي الجميع ينقضون بيعة الغدير فهم يتتبعون المناهج الناصبية في تفسير القرآن هذه حقائق اذهبوا وحققوا بأنفسكم هذا منطق علي من كلامه المرقم مية وخمسة وعشرين أيضا هذا القرآن ما قال هذا القرآن الكريم تتبعوا نهج البلاغ تتبعوا كلام الأئمة ولكن من الذي يتتبع كلام الأئمة؟ من الذي عنده علم بكلام الأئمة؟ كلام الأئمة رفسه مراجعنا وعلماؤنا بأرجلهم وبهذا الذي سموه بعلم الرجال الناصبي وبعلم الأصول الناصبي هذا القرآن إنما هو خط مستور يتحدث عن القرآن المصحف ولذلك لم يستعمل وصف الكريم هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان تراجمة الوحي اقرأوا في الزيارات في الزيارة الجامعة الكبيرة في زيارات الإمام الحج ما عندي وقت أخرج لكم النصوص وإلا هذا مفاتيح الجنان هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان كتابا متشابها نحن لا نعرفه كتابا متشابها لا نعرفه من الذي يعرفه هذا الترجمان حينئذ يكون كتاب ما هو وصفه أحكمت آياته ثم فصلت بعد ذلك فصلت من لدن حكيم خبير هذا الحكيم هو العلي الحكيم في سورة الزخراف وإنه في أم الكتاب لدينا ماذا جاء في الوصف علي حكيم أحكمت آياته ثم فصلت فصلت من لدن حكيم هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال صورة عملية للتعامل اللفظي الظاهري مع القرآن المصحف من وصية له رقم 77 في نهج البلاغ يقول لعبد الله ابن عباس حينما بعثه للاحتجاج على الخوارج لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن ما قال فإن القرآن الكريم أيضا تلاحظون على طول الخط الأئمة حين يتحدثون عن القرآن المصحف يقولون القرآن فقط فإن القرآن حمال ذو وجوه إذا كان القرآن حمالا ذا وجوه هل يستطيع الإنسان أن يهتدي من خلاله إلى الحقيقة أبدا فإذا كان بعيدا عن أهل البيت سيتحول القرآن حينئذ إلى كتاب يضله لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون إلى آخر الكلام أما القرآن الكريم في أدعيتي ليلة المبعث ويوم المبعث ليلة السابع والعشرين من شهر رجل وفي اليوم السابع والعشرين من شهر رجل ماذا نقرأ في هذه الأدعية وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك والكلام هو هو نقرأه أيضا في دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رجل وفي أدعية أخرى وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك في كتاب مكنون في كتاب مكنون إذا ما ذهبنا إلى إلى سورة الزخرف وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لدينا لدى الله كما في دعاء الندبة الشريف يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها هذا هو ومن جلالك بأجله هذا هو الأجل ومن آياتك بأكرمها هذا هو الأكرم نفسه ما جاء في دعاء السحر إنها صفات إمام زماننا الحجة بن الحسن من الآخر من دون قشور ودعوني من هذا الهراء الموجود في حوزاتنا دعوني من هذا الهراء ومن هراء خطباء المنابر الذين لا يفقهون شيئا من معارف الكتاب والعتراء وباسمك الأعظم 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 اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنبياء في الآية التاسعة بعد العاشرة وله لله سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض وله ومن عنده الإمام صادق صلوات الله عليه يقول للمفضل وله من في السماوات والأرض الملائكة الجان كل شيء فمن عنا بقوله تعالى ومن عنده إنهم هم قال نحن هؤلاء عند الله ومن عنده الذي خلقته الذي خلقته كما قرأنا في الدعاء فاستقر فاستقر في ظلك فلا من في السماوات والأرض ومن عنده الذين عنده منهم من في السماوات والأرض جميع الملائكة جميع البشر جميع الجان سائر المخلوقات الأخرى التي لا نعرف عنها شيئا وله من في السماوات والأرض لكن هذه المجموعة ومن عنده إنهم هم ومن غيره صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو القرآن الكريم الذي جاء في الدعاء المروي عن إمام زماننا دعاء شهر رجب لطالما أكرره على المنابر وأمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية دعاء شهر رجب المروي عن قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا هو أفضل تعريف للقرآن الكريم فلنقرأ من البدايات اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك ولاة الأمر لا احتعني الذين يحكمون الناس هذه الثقافة ثقافة ناصبية هذه ثقافة ناصبية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر أولي الأمر هنا ليس المراد مثل ما يستعملها النواصب والآن الشيعة يستعملونها أيضا حينما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة فماذا نقرأ وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم الأمر كله إليهم وأمره إليكم ألا له الخلق والأمر الأمر ما وراء الخلق وذلك شأن نحن لا ندركه نحن لا ندرك شأن الخلق حتى ندرك شأن الأمر ما جاء في سورة القدر ماذا نقرأ حين نقرأ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر الآية ما قالت من كل الأمر أو بكل الأمر من كل أمر ما يتنزل في ليلة القدر هو شأن يسير من ذلك الأمر ولذلك جاءت اللفظة منكرة من كل أمر من كل أمر يتناسب وشأن الليلة ويتناسب وشأن الخلق أما أولو الأمر فأمرهم أعلى وأعظم وأوسع ألا له الخلق والأمر وقرأنا في زيارة الجامعة الكبيرة وأمره إليكم اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك على كل السر سرك سر الإنسان بتمامه وسر الله بتمامه اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك إلى أن يقول الدعاء أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن كلماتك أسألك بما نطق فيهم من مشيتك هم مشية الله أول ما خلق الله خلق المشية بنفسها ثم خلق الخلق بالمشية فالمشية هم أول ما خلقهم وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك ومن هذا الأسم تجلت الأسماء الحسنى ومن الأسماء الحسنى تجلت الخلائق والكائنات أول ما خلق الله خلق المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركان لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك إلى أن يقول الدعاء فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت هذا هو القرآن الكريم يتجلى في محمد وآل محمد بل عبارة يتجلى جئت بها مجازا القرآن الكريم هو محمد وآل محمد وكل هذه المعاني تقودنا إلى هذه الحقيقة والقرآن الكريم مظاهره في عالمنا الأرض محمد وآل محمد يتجلى لنا ما يتجلى بحسب إدراكنا وبحسب عقولنا وبحسب فهمنا ويا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعها وتعيها أذن واعية الأذن الواعية والقلب الواعي هو الذي يستطيع أن يتواصل مع هذا المنطق لا مع تلك الثقافة المستدبرة ولا مع ذلك المنطق الترابي الأعوج والأعرج والأهوج والأعور هذا هو منطق الكتاب والعترة كان بودي أن أقوم بمقارنة فيما بين المصحفي والإمام المعصوم ولكن الكلام سيطول كنت قد أعددت مقارنة لكن الكلام سيطول لكنني أقول حينما أكون مع الإمام لنفترض أن الإمام الآن موجود بيننا إننا لا نحتاج إلى المصحفي في وجوده فلو تعرض المصحف لخطأ لنقص أين نجد التصحيح عنده المصحف شيء والقرآن الكريم شيء آخر هناك اختلاط في الفهم بسبب عدم معرفة ثقافة الكتاب والعترة من العيون الصافية وبسبب أن الثقافة القرآنية في الأجواء الشيعية أخذت من الأجواء الناصبية وقدمت لشيعة على أنها ثقافة العترة والله ما هي بثقافة العترة وما كلامي هذا إلا حواش لأنني أردت الإجابة على شق من السؤال فبقيت على ساحل معارف الكتاب والعترة لم أتوغل لو توغلت كثيرا لأريتكم العجب العجاب وإنني هنا لا أريد أن أدعي شيئا ولا أريد أن أصف نفسي بشيء أبدا الفارق بيني وبين غيري أنني رجعت إلى حديث أهل البيت وأي شخص لو رجع إلى حديث أهل البيت لقال الذي أقوله ولتفوق علي أكثر مني لكننا إذا أردنا أن نعود إلى حديث أهل البيت لابد أن ننضبط بقواعدهم وأول قاعدة علينا أن نوفرها الفصاحة هم يقولون أعربوا حديثنا أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحا المراد من الإعراب ليس القواعد النحوية القواعد النحوية تشكل جانبا يسيرا من الإعراب لابد أن نعرف معنى الإعراب عند أهل البيت أنا لا أتحدث عن الإعراب الذي يذكره النحاط علماء النحو جزء من الإعراب عند أهل البيت هو استعمال قواعد النحو وقطعا إنني أتحدث عن قواعد النحو التي يرتضيها أهل البيت فهناك الكثير من قواعد النحو لا يرتضيها أهل البيت يمكننا أن نستكشف ذلك من خلال أحاديثهم من خلال رواياتهم أنا لا أريد الخوض هنا في كل صغيرة وكبيرة لكنني أعتقد على الأقل من وجهة نظري وظني أن كثيرا منكم توجه إلى مقصودي حين أقول إن هذا الكتاب وإنني أتحدث عن المصحف إنني لا أتحدث عن القرآن الكريم أتحدث عن المصحف عن هذا الكتاب الشريف عن هذا الكتاب الكريم عن الآيات والسور إذا ما عزل عن الإمام المعصوم فإن تذوت هذا الكتاب يكون ناقصا وحينئذ سيتحول إلى كتاب ضلال كما فعلت الأمة ألا يحدثنا رسول الله والعترة الطاهرة عن آخر الزمان من أنه لا يبقى من القرآن إلا رسمه يعني التذوت ينتهي تذوت القرآن بمضامينه المستقات من العترة بعد الارتباط بها هنا يتذوت القرآن وإلى هذا تشير كلمة الرسول صلى الله عليه وآله لا يبقى من القرآن إلا رسمه لأن الرسم هو عارض على الذات القرآنية الرسم الكتابة فأين ذات القرآن الرسم هو عارض الكتابة عارضة فلا يبقى من القرآن إلا هذا العارض الذات أين الذات في مضمونه مضمونه كيف يتقوم يتقوم حين يرتبط هذا الرسم بالمعصوم وفي زمان الغيبة حين نأخذ حديثهم وكلامهم ونبني منهجنا التفسير على ما يقولون ونجمع ما بين الفصاحة والأدب العالي الذي هو من أبرز صفاتهم ومعالمهم ويا للأسف فإن من أبرز صفات ومعالم مراجعنا وعلمائنا وخطبائنا هو عدم الفصاحة أبرز معالم أهل البيت الفصاحة وأبرز معالم مراجعنا وعلمائنا عدم الفصاحة فمراجعنا بين ساكت ولا أتحدث عن شخص بعينه الساكتون أكثر من المتكلمين من علماء الشيعة ساكتون لأنهم يريدون أن يستروا عوراتهم العلمية وعوراتهم الثقافية وعوراتهم البيانية ساكتون يخفون يخفون هذه العورات ويظهرون شيئاً آخر وأما المتكلمون فقد ساروا فضيحة للشيعة أدخلوا على الإنترنت وشاهدوا الذين تكلموا من مراجعنا وعلمائنا شكلوا لنا فضيحة والذين سكتوا أخفوا عوراتهم وعيوبهم أين أهل البيت أين فصاحتهم أين منطقهم لا وجود لهم أين حديث أهل البيت حديث أهل البيت صار ساحة للتشكيك فيه وللتشكيك في الذي يطرحه فصاروا يقولون عن حديث أهل البيت طرح مشبوه أليس هكذا يقولون فصار حديث أهل البيت سبباً للطعن من قبل أناس أغبياء وغبران وثولان وقليلي ثقافة ولا فهم عندهم ولا معرفة في حقائق معارف الكتاب والعترة والواقع يشهد وعلى عينك يا تاجر وهذا الملعب وليعرف يقول أنا أعرف ألعب خلي ينزل يلعب خلي يراوينا ما هو هذا الملعب موجود الإعلام موجود والإنترنت موجود والمنابر موجودة فحينما يصعدون المنابر صحيح الجلاس لا يعرفون الجلاس لأنهم تعلموا على هذه المزابن التي يأخذونها والقاذورات من هؤلاء الذين يرتقون المنابر تعلموا على هذه القذارة فلا يميز لكن هؤلاء الذين يرتقون المنابر يتقيؤون من القذارات ما لا أجد من العبارات كيف أصف سوءه وإذا كنتم تريدون أن آتيكم بمصاديق فإنني قادر على ذلك الأيام القادمة ستكون هناك برامج كثيرة وسنعرض ما نعرض من الحقائق أكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الإجابة على بقية الأسئلة فهناك مجموعة من الأسئلة في الحقيقة تركتها سؤال مثلاً عن الموقف عن الموقف الشرعي من الانتخابات العراقية سؤال من طلبة وفضلاء كما قيل لي لأنه جاءني بالواسطة من قم المقدسة أعدكم أنني سأجيب على هذه الأسئلة إن لم يكن في ندوات مفتوحة قريبة إن شاء الله تعالى سأجيب عليها في برنامج أجيب فيه على أسئلة المشاهدين سين سؤال جيم جواب على شاشة القمر هذا هو البرنامج سين سؤال جيم جواب على شاشة القمر في الأيام القادمة بحسب ما يسنح به المقام أسألكم الدعاء جميعاً أترككم في رعاية القمر هذه هي الحلقة الأخيرة من برنامجنا ليالي رجب في استوديوهات القمر نلتقي قريباً إلى الملتقى في أمان الله